السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستهل محاضرتنا لهذا الأسبوع بما يتعلق بمادة الفصل السادس وهي الماس ترانسفير انتقال الكتلة انتقال الكتلة مثل ما هو واضح من اسمها المفروض فالعلم مستقل بحد ذاته الماس ترانسفير الماس ترانسفير انتقال الكتلة هو ظاهرة مستقلة وممكن تحدث في وجود أو عدم وجود انتقال الحرارة ممكن تحدث بصورة مستقلة عن انتقال الحرارة فالسؤال هنا إذن لماذا ندرسها بهذا الكورس هذا الكورس خاص بانتقال الحرارة إذن شنو الغاية شنو الجدوى من دراسته والإجابة على هذا السؤال بديهي سوف نستعرف بعض التطبيقات سوف نستعرف بعض التطبيقات تركض التطبيقات تركض التطبيقات سوف نستعرف بعض التطبيقات سوف نستعرف بعض التطبيقات لدينا مختلفة للمساعدة والمثلات التي نستخدمها بالترانسفير سواء بالحمل القصري أو الحمل الحر فالأبجكتيب لهذا الفصل هو التالي سوف يقسم إلى ثلاثة أقسم القسم الأول نتعرف على المفاهم الأساسية الأساس البيسيكس لانتقال الكتلة وأيضا المعادلات التي تحكم انتقال هذه الظاهرة ثانيا الجزء الثاني أنه نناقش أنواع الباندري كونديشنز التي تستكمل الموديل الرياضي لانتقال الكتلة أخيرا الجزء الأخير التي هي المفاهيم الأساسية انتقال الكتلة أرجع أن أجد تأكيد مرة أخرى إذا لم تكن الصوت واضح الصوت واضح؟ واضح تمام واضح بداية نخلني ابدأ what is mass transfer ماذا انتقال الكتلة؟ لا أحد يحديث عن أنتقال الكتلة ها أبد أبد؟ أكيداً أو أضرب مثال قريب على الواقع خصوصاً أكو طالبتي أن أياكم خريجات فرع التكييف المفروض على الفن رأسني يقول لنا مكيفات الهواء بالقطعة الداخلية لنفترض عدنا عملية تبريد هذه العملية التبريد تضمن تضمن عملية أزالة رطوبة الهواء اللي يجي وأعادة بالصيف الرطوبة تكون عالية لماذا نحن دائماً نكون حريصين على خطة الدرين اللي طالع من القطعة الداخلية ودائماً مرات ومرات إذا هذا الخط مزدود السيبليت يقوم يفيد شايفينه أو ما شايفينه أو ما شايفينه؟ صار هتش حالة عندكم؟ زي هذا منين يجي الوتر؟ نحن ما جاء نتعامل معه هو هوا منين يجي هذا الوتر؟ مو؟ هذا اللي يدب لبرا نحن نطلعيه للخارج وعادة ما يستمر يفرغ قطيرات من الماء باستمرار منين يجي هذا الماء؟ ها؟ بخار مع الهواء مو؟ إذن الهواء مو فد ميديوم بيور وإنما أكو خليط أكو سبيشيز ويا نسميه سبيشيز أكو فلود آخر زيان محلول ضمنه اللي هو شنو؟ كهذا المثال بخار الماء هاي الحالة بخار الماء هذا بخار الماء طبعا توزيعه يختلف من منطقة إلى أخرى ومتعلق بدرجة الحرارة مثلا بنفس الحيزة بنفس البيت هذا حسب درجة الحرارة هنا درجة الحرارة تختلف عنه هنا أكو في منطقة رطوبة احتمال أعلى من هاي رطوبة إذن الحالتين متراطة لذلك ما هو ماس ترانسفير هس نرجع مرة أخرى هنا ماس ترانسفير اناليسيز كونسيدرز دايناميك بيهيفيور الفلويد ميكتر يعني ما يتعلق بعلم الماس ترانسفير هو السلوك الديناميكي لخلائط المواعد خلائط لماع معين خليط احتمال بيه أكثر من كومبوننت فهذا الميكتر ممكن يتكون من مركبتين أو أكثر بخار ماء أو هواء جاف على سبيل المثال أو احتمال ويالبخار الماء أكو عدي سموك دخان صير له مصير هماتينا هذا غاز صارنا ثلاث غازات وهكذا حسب الحالة الذي ندرسه زين الحالة الثانية الماس ترانسفير يحدث الشوكي عندما هاي الخلائط ما موزعة بالتجانس بشكل متجانس اوكي يعني نفترض انا هسا عندي غرفة اوكي تركيز بخار الماء في طرف معين بها أعلى من الطرف الثاني هنا اش راح يصير بخار الماء اللي تركيزه أعلى افجه معين راح يضل قاعد بمكانه بش يصير به راح ينتقل باتجاه مناطق التركيز الأقل على سبيل المثال البحار البحار هاي التيارات اللي يصير بالبحار غالبيتها هي انتقال لتراكيز الملحية فتنتقل بحيث يصير تيارات ضمن الماء نفسه تحرك الماء زين تدفع الماء من مناطق التركيز العالي ومن مناطق التركيز الواطئ وهكذا زين غالبا غالبا هسا في معظم التطبيقات واللي راح نطلق لها حاليا هسا احنا يكون الاهتمام مركز أكثر على ما نسميه بالبايناري مكسجر بايناري مكسجر بايناري مكسجر يعني عندي وسيط أساسي اللي هو الفلود الأساسي وفلود آخر نسميه سبيشيز اوكي ريليز انتو ذات ميديم يعني هسا تشوف البياناري مكسجر هو عبارة عن توفلود بايناري مكسجر بايناري مكسجر بايناري مكسجر هذا المكسجر اللي هو الفلود الأكثر زين اكت ازا ميديم نسميه او نمثله او يعمل كأنه وسيط الانتقال يعني الفلود الآخر راح ينتقل وين ضمن هذا الفلود واضح؟ فبالتالي اياه من نقول التركيز التركيز منه التركيز الاسبيشيز هذا الفلود القليل ضمن الفلود الأكبر اللي هو الوسيط مثل بخار الماء ضمن الهواء ياهو الاكثر؟ الهواء لو بخار الماء الهواء الهواء اكت فبالتالي نسبة بخار الماء راح تكون جدا قليلة او اذا زادت عن مقدار معاين تبجي تتكثر وتتحول لها قطيرات ماء لان نوزنها يصير اثقل وما يقدر الهواء يحملها زين حنا اخذ عن وحدة من عندهم بالتطبيقات الهندسية انه عندي اللي نفترض هسا هذا فد بايب واكو فد انجيكشن لفلود معين اوكي؟ هذا الفلود الاخر هسا اللي نفترض هذا البايب هو بفلود هذا الفلود الرئيس شنسمي الميديم اكو فلود اخر هنا ريليز زين لتطبيق معين فيبدع التركيز عالي بهالمنطقة هذه منطقة خنقول الريليز انه الدفق يبدع التركيز عالي ومع انتشاره خلال الميديم خلال الفلود الرئيسي شراح يصير به التركيز يزيد يعقل؟ ايقل؟ ايقل؟ تطبيق اخر انترنت كومبشين انجين حسا سواء الالد تكنيكس المتبع الفيول انجيكشن او النيور يجع عندك هوا منه مو؟ واكو فيول يحقن ويصير فد ميكشتر فهذا الميكشتر حسب خنقول النسبة يعني يكون ما تكون منتظم لذلك يكون هواي تقنيات و هواي اساليب و هواي افكار طرحت و جاي تطرح في سبيل انه زيادة كفاءة عملية الاحتراق عن طريق تحسين خنقول ما نسميه الميكشتر او قابليات المزج بين الوقود و منه و الاكسايدر اللي هو منه الاكسايدر الهواء الاكسجين زي انتعلم و تحرق هذا الوقود يحتاجه اكسجين فكلما كانت نسبة الخلط مناسبة رح يصير عملية احتراق منتظمة اكثر و ماكو رح تطلع اه خنقول الواست رح يقل انا ذا الابلكيشن لنفترض ادي هذا سطح مسطحات مائية نفترض عندك بحيرة انا سأل سؤال اللي يرايحون المناطق مثلا ساحلية او هناك روح اس هذا قريب شط الكوفة او جمع هوايك من البصرة يوم الخليج يوم شط العرب و كذا المناطق القريبة على المسطحات المائية شبيهة شو تحس رطوبة عالية تمامي ولا تمام تحس برطوبة عالية يزين هاي الرطوبة منين الجد الماء جاي يجري بالنهار او بالبحار ايقابل جاي يقمز لفوق هذه نتيجة اثنين الاول حرارة على سطح الماء تسخين وتبخر والثاني عندك هذا الهواء الجاف مني يمر بمحاذاة المسطحات هاي المائية شو رح تتكون رح تتكون طبقة مثل الطبقة المتاخبة مزين كل ما تقترب من سطح الماء رح يزيد تركيز بخار الماء بيها وكل ما تبتعد رح يقل بخار الماء فكأنه مني يمر الهواء شو رح يشيله اياه رح يشيله اياه فتراكيز من بخار الماء اوكي رح تنضاف مع الهواء ويزيد تركيزها كل ما اقتربنا وين من سطح الماء ويبتعد كل ما ابتعدنا اكثر فاذا نشوف مع هذا الواي اكسز تشوفوا تشوفون الواي اكسز او لا هذا الواي اكسز اذا عند الصفر فهو هذا سطح الماء فالدنسيتي مات الهواء رح تكون اكبر ما يمكن هاي مو الدنسيتي مات الووتر الدنسيتي مات الهواء هاذا اللي قريبه ومحادات سطح الماء رح تكون اكبر ما يمكن بينما الدنسيتي الفريسترين دنسيتي شوفها هاذا هي شبيها كل ما اقتربت لسطح الماء اش صار بيها زادت ليش زادت ليش زادت لان نسبة بخار الماء اللي تعلقت بالهواء هنا زادت زاد تركيزها وبالتالي الدنسيتي مال بخار الماء اكثر من الدنسيتي مات الهواء فزادت الأوبر اول دنسيتي واضح؟ واضح واضح ايضا ايضا احنا اي روح على اليوتيوب وطلع لك مدخنة بها غازات ابخرة راح تشوفوا هنا التركيز عند الريليز بوينت من نهاية المدخنة جدا عالي الدور يبدي شوية شوية ينتشر مع الهواء وكل ما يبتعد يخف تركيزه الى ان بعد مسافة معينة ما تشوفه شين معناتها هذا انتقال لكتلة من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطئ الى ان ما تشوفها بعد يضل الى التركيز بس تركيز بسيط بالمناطق البعيدة تمام؟ لذلك عادة المعامل او المنشآت تولية الطاقة الكهربائية المفروض تتضمن ابخرة او غازات او حتى اتربة لازم يخلوا برا المدن برا المدن وين؟ باتجاه الغياح القاردة بعيدا عن المدينة ليش؟ ليش؟ ليش بعيدا عن المدينة؟ يعني انا فرضا حتى لا يرجع على المدن يروح بالاتجاه المعاكس ينتشر بالاتجاه البعيد ما يجي على المدينة يلوث هواها يزيد التلوث فبالتالي هذه ظاهرة الفلود ميكانيكس مرتبط التباط وثيق بانتقال الكتلة زين فهذا يقلك what are the objectives in mass transfer analysis يعني شين mass transfer analysis ابحث عن شين؟ الاول هو the determination the determination of how composition of the mixture various in the domain of interest يعني شين؟ اقول انه حاول احسب اشلون التركيب هذا مع الميشتر الخليط اللي عدي راح يتغير من منطقة الى اخرى يعني مثل ما اقلت لك لنفترض لنفترض عندي فاد منطقة بها تركيز بخار ماء عالي او لنفترض عندك في تطبيق معين مثلا المكوى مكوى معين تمام؟ بالمكوى التجافي يصير اكو ريليز للبخار من مكان معين صحي ولا؟ في مناطق معينة بالمكوى نفسه تجد كمية البخار اقل التوزيع اقل تجد قريب مكيف الهواء التركيز اقل هذا التركيز كيف تقدر تتنبأ به؟ تتنبأ به عن طريق انتقال الكتلة كمثال لنفترض شو فلسه هذا عندك فاد تراكيز معينة الاحمر يعني انه تركيز عالي والاخضر تركيز واطئ سليف لوذ معين احنا ما تجاهلين تفاصيله بينما الجانب الثاني اللي يعاجل ماسي ترانسفير اناليسيس انه حساب المعدل the rate at which component enters or leave the domain of interest الوبجيكتب الاول هذا اذا تشوف مشابه المن هذا هذا وين تطبيقه؟ تطبيقه هذا للتلوث تطبيقات التلوث وحماية البيئة وتطبيقات التطبيقات الاحتراق الداخلي انه كل ما كان التوزيع منتظم زيان كل ما كان خنقول قابلية الخلط افضل كل ما كان افضل خنقول للاحتراق او الديستريبيوشن ما التراكيز الملوثات لنفترض المدن عن المدن وين اريد اخليها خليها بالمنطقة الحمضة لو هاي الخضرة لنفترض هذا الاحمر تركيز ملوثات المفروضة لده بالاخضر تمامي او لا فبالتالي انا من اجيه انشئ مؤسسات اتولد في التراكيز معينة احسابي وين اتجاه الفلور رح يروح وين الكتلة احتمال رح تمشي و اوزع هاي المنشآت مو اسويها بالعكس و اجيب اخلي المدينة او مزيان هي بالمنطقة الحمرة وهم عايزين تلف و اضيف عليهم هالتلوث هذا هذا الشي هذا التطبيق الاول هو مشابه المل لتوزيع درجات الحرارة بالهي ترانسفر مو يطلع لي هايش توزيع درجات حرارة هذا مشابه بينما الحالة الثانية اللي تتضمن البحث انه كيفية احتساب معدل مغادرة او دخول اه فد مركب معين الى الدومين فهذا طبعا مشابه للحالة اللي سولفناها قبل شوية انه انا عندي لكوت فوش عندي غاز فوش فاكو كمية من الليكود هذا راح باستمرار تعبر السطح الفاصل اللي نسميه الانترفيس بين الليكود والغاز باتجاه الغاز اوكي تصير انتقال كتلة فهذا عنه هايش جاي احسب جاي احسب ديستربيوشن لا ما جاي احسب ديستربيوشن جاي احسب بالريت اوف ماس ترانسفير هاذا مشابه المين طبعا هاذا مشابه الى آلية احتساب الولد ترانسفير بتطبيقات انتقال حرارة تماما 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 احسب احسب سؤال الى هنا وبعد نستمر 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 اوكي زين هسا خل بما انه احنا نحتاج هسا نشتق معادة انتقال الكتلة خلنا نتعرف على بعض المبادئ الاساسية اللي هي تعريف البارشال دينسيتي رو سب اي الاي معناها شي يرمز يرمز مثلا اتا يا كومبوننت الاولى الثانية الثالثة احتمال ملتي كومبوننت قاز قدي رو وان قدي رو تو رو ثري رو فور وعندي الأوبراول دينسيتي اوكي فرو سب اي هسا تكون اللي هي دينسيتي اللي واحد من المكونات تفيد مكتر معين هذا المكتر يتكون من n different fluids نفترض هسا فالبارشال دينسيتي او ما سنسميها concentration او constituent اي المركبة اللي هي اي اي ممكن نياخذ من واحد الى ان يعني نفترض هسا عن الفلوز متكون من n different fluids فهذا الخلي تكون من n different fluids فمن المركبات اي هسا تكون ممكن واحد اثنين ثلاثة الدينسيتي اي مات شلون تعرف تعرف بالشكل التالي هي الدينسيتي the density that this constituent اي هاذ المركبة اي would have ستمتلكها if it occupy the same volume alone يعني هسا تقول لي شلون اللي نفترض انا قاعدة بغرفة هسا خوش حاتشي انا قاعدة بغرفة ايقلك اش قد خنقول كثافة بخارج ما هسا بهاي الغرفة اللي اتا قاعد بيها اللي هي بها هوا خوش ايش راح يسوي راح المفروض عندك الماس مال بخار الماء اللي موجود راح تقسم عليها volume مال الغرفة ككل فبالتالي هاي الدينسيتي مال بخار الماء هل هي نفسها الدينسيتي مات الووتر الليكويد اللي هي الف لا لان كمية البخار اللي ممكن تبيريليز بفوليوم معين لها راح تكون اقل مو مثل ما عدك بحوض فبالتالي هاي الدينسيتي عادة نكون قليلة يعني مو من قل اللي تيقى الدينسيتي مال بخار الماء 0.02 ثلاثة لا تقيسي انه للألف هذا يعتمد على الضغوط الجزئي يعتمد على هواي باراميتر زي احنا نطلق لها لاحقا بهاي المحاضرة فبالتالي يتكون من ن من الفلويد الـ الساوي لمجموع الكثافات الجزئية لكل مركبة من مركبات هذا الخليط تمام اذا ننسيتي سهلي رو ون زاد رو 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 ثري اذا اربعة و هكذا تمام هنالدور رح ننتقل لما يعرف بفكس لو فسا اذا نتذكر نتجع شوية لانتقال الحرارة شان عدنا الحرارة شلون تنتشر اذا ما عدي حركة للماء تنتشر بشنو حرارة الحرارة الحرارة بالكوندكشن بالتوصيل تمام توصيل نتيجة التمبراتر خوش هيلر تمام بحالة غياب اي حركة للماء نفس الكلام يتطبق بالماء سترانسفير فكسلو هذا فكس فدعالم ايضا شلون فوريا فسموا القانون هذا نسبة له من الماء انتشار الكتلة قالك يعني كأنه ماكو حركة فشي يقول it is the mass شفها Conduction هو كأنه توصيل الكتلة it is the mass Conduction equivalent المناظرة المكافئة للفوريار المشابه مشابه مشابه لفوريار المشابه مطابق الى ما عدا انه ذاك بدلالة تمرارة الدنسيتي نرجع النقطة الثانية بق reservاء ٩ ـ و Batman مطابق ما نعم ما لو الخليط متجانس تركيز بخار الماء بغرفة معينة نفسها بكل نقطة من هاي النقاط راح يتحرك بخار الماء؟ لا ما راح يتحرك ما راح يتحرك فالشرط انه غير ماء بما انه قلنا انه ما عندنا فلويد موشن حاليا فالحركة راح تصير بالامتشار والامتشار لازم يشترط انه اكو فروق موقعية فاذا يونيفور يعني ما اكو متجانس يعني تركيز بخار الماء بهالنقبة نفسها على بعد متر نفسها على بعد مترين فبالتالي ما راح يتحرك فبالتالي الشرط الاخر انه لازم يكون ديفيوجين ليتطبق انه ستيشنري ما اكو حركة للماعة وبعد نون يونيفورم فلويد مكتر فبالتالي عملية انتشار الكتلة ش راح تسوي تحاول ش تسوي تحاول تسوي تحاول تسوي عملية انتشار الكتلة تحاول تلغي حالة عدم التجانس بالتوزيع تمام؟ مثل ما عندك اه فقطعة حديد اوكي طرف منها حار والاخر بارد ش راح تصير؟ حرارة تنتقل من الحار الى البارد الى ان توصل الى شنو؟ الى حالة تزال حرارة فقبل هاي قبل لا تنتقل الحرارة من الطرف الساخن للبارد كان عدي عدم تجانس الدرجات الحرارة من بدأ تنتقل الحرارة الطرف الحار والبارد شبهها؟ هذا الدرجة الحرارة تتقل وذلك بدأت تصعد الى ان وصل الى شنو؟ الى درجة حرارة متجانسة وهنا توقف الانتقال يوم توقفت توقفت فنفس الكلام هنا قلت لك اكو سيميلاريتي اكو تشابه بدرجة كبيرة جدا فالماس ديفيوزن بروسس راح تشتغل هنا محاولة شنو؟ انه تلغي حالة عدم التجانس خلا نشوف هاسه هنا فبالتالي الدنسيتي اي راح تتحرك من مناطق اللي بيها عالية الى المناطق اللي بيها شنو؟ دنسيتي تركيز واطع تمام يوالا فاقردينت اوف دكنسيتي او بين قصين دنسيتي اوف كومبوننت انا مكتر شراح تسبب لي؟ توجز اماس فلاكس هاسه المرة موثي المال فلاكس ماس فلاكس بس دقيقة هذان للاشعارات وان هاي المدرسة خلق ابغي هنا انتظر موثي لان وانذر تجربة موثي لانه موثي لانه موثي لانه وانذر تجربة معه بالتالي راح الكتلة تنتقل من مناطق التركيز العالي الى مناطق فهذا الgradient تدرج بالدنسيتي او بالتركيز لكمبونت معينة في هذا الخليط راح يسبب لي فيض كتلة من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطن يصير العكس يولا ممكن انه من الواطن العالي دكتور ما يصير ما يصير تمام فبالتالي قانون ما يصير لماس دفيوجين راح يكون بالشكل التالي الجاي كأنه الماس فلاكس الماس فلاكس باتجاه الاكس للكمبوننت اي شي ساوي لي ماينس دي سب اي هذا نسميه معامل الانتشار شبيه للثيرمال كوندكتيبيتي ازيان في بارشل شنو شنو التغير دي عندك تغير وين كان سابقا بالتبرتشر هالمارة شنو كثافة ياهو الكمبوننت اي تغير بكثافة الكمبوننت اي مع الاكس زيان هذا شنو هس هذا مشابه هس هذا الجي سب اكس مشابه شنو لكيو سب اكس الجي سب واي مشابه لكيو سب واي مو أو إذا 3-dimensional case Q-sub-Z إلى آخر والآي شيء مثلي الcomponent هذي شين هي هذي الcomponent اللي عدي J-sub-X-I and J-sub-Y-I are the mass fluxes of constituting I للمركبة I per unit area in X and Y direction فهذا هذا إذا نريد نكتب قانون Fourier المناظر إلى Q-sub-X شيء ساويلي minus K partial T إلى partial X تمام والQ-sub-Y شيء ساويلي minus K partial T إلى partial Y فبالتالي هي نفس البروست نفس الآلية المتبعة D-sub-I شينو شيء مثلي mass diffusivity constance معامل أو كثوابت ال انتشار الكتلة depend هذا mass diffusivity constance هستطيقلي زين هذا شينو هذي من أين أجيبه مثل ما نذكر thermal conductivity لماتيريالز مختلفة مش شابهة لو تختلف من الماتيريال إلى آخر تختلف تختلف خط أكيد تختلف كذلك الحال للانتشار يعني مثلا من أقول عدي بخال ماء بالهواء عدي fuel بالهواء عندي مثلا هوا ينتشر بالماء ملح ينتشر بالماء هنا تختلف العملية فثابت الانتشار هذا يعتمد شنو depend on شنو on the combination على التركيبة اللي يعدي مع الفلوز اللي داخله بالتركيب خوش فحسب الفلوز ال species زيني المركبات اللي داخله عندي رح يختلف معامل الانتشار زين هس احنا عرفنا انه fixed law المفروض مشابه لدرجة يعني نقدر نقول 100% للنظرة الأولى لل 4 years تمام مطابق بس اختلاف باختلاف ال terms صحي ولا صحي يتبع نفس المفهوم من العالي للناصي تمام مطابق الماينس بس هاي علامة الماينس علامة انه لازم لغرادينت هو من العالي الناصي فالغرادينت احنا عادة الثاني ناقص الأول يصير بالعكس اذا تحطين ماينس ونفسه 4 years تمام تمام دماغ لا تقص مطابق 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 هذا شنو حاجة عادة يقول بالتضاد او عكس 4 years law الفيكس law of mass diffusion لانتشار الكتلة مايسبب لي انتقال اجمالي للكتلة خلال الميديم خلال هذا الوسط اللي عندي هايش يني ليش يا احنا 4 years زور مو يسبب انتقال بالحرارة هذا يقل لي مايسبب لي انتقال اجمالي بالكتلة ليش خنشوف ليش mass fluxes of all components along each direction must cancel each other شلون يعني خل اكو حالة هنا خلناخذ هاي الحالة لنفتب عدي هسا binary mixture زين هذا binary mixture B density للكمبونت الاولى في مكان معين عد اكس معين اعلى منها بالاكس الاعلى اوكي تمام فراح يصير عدي انتقال بالكتلة من واحد بالمنطقة اللي بيها تركيز الواحد عالي للمنطقة اللي بيها تركيز الواحد اقل فاحنا كأنه نقول D من واحد الى اثنين انتشار من المنطقة اللي بيها الواحد عالي يروح بالمنطقة اللي بيها الاثنين اوكي بالمقابل الكمبونت الثانية اللي هي هنا بالمنطقة هاي اعلى راح شنو من هذا يجيها ش راح يصير راح تصير كتلة تستبدال بمكانها ما يصير تركيز هنا وانما هذا راح ينطي كتلة من خزينة يوديه وان بديلا اللي اجت هنا فبالتالي اكون انتشار دي وان تو تو وان انتشار الاول الثاني بس هالمرة تشينج ما المنطقة ما للدنسي الثانية تو اكس فبالتالي هذا الانتشار المقابل ش راح راح يكنسر اتجاه الانتشار اللي اجد الاصلي بالتالي المجموع ش راح يكون كأنه زيرو كأنه ما صار انتقال كتلة بالكامل وانما شنو اختلاف بالتراكيز مو كان ما كان تركيز لنفترض في بجدار معين بخار ما ما انتقال العالم بخار المنطقة التركيز اهنا الهواء انتقال في منطقة التركيز الوطن هنا لا صار على تفهم علي او لا؟ والبقية كرار ساكت اكيد فبالتالي هذا الاختلاف بين الفوريارزلو والفيكسلو الفوريارزلو رح يطيك نت ثيرمال ترانسبورت هذا ما رح يطيك نت ماس ترانسبير ترانسبورت لان واحد رح يعوض الثاني كأنه هو ينطي بخال ماء وذاك يطي دراي اير بمكانه زين شوفه هذا انطى باتجاه الاثنين والاثنين انطى باتجاه المعاكس شوفه هذا شوف هذا السهم الازرق ينطي باتجاه الاكس الاكبر بينما السهم الاحمر ينطي بالاتجاه المعاكس يعوض فبالتالي اذا ناخذ الخط الفاصل الافق الفاصل البيانات الدنسيتي ظلت ثابتة ايو لا الدنسيتي الاجمالية الدنسيتي الاجمالية اللي هي روان زاعدا روتو شوفه هنا اذا تجمع روان زاعدا روتو وين هي هذا الخط البنس واذا هنا تجمع روتو زاعدا روان هو هذا الخط البنس نعم ونفس الكلام هذا يطبق سواء باتجاه الاكس سواء دايركشن او باتجاه الواي دايركشن نجي هسه الشقة الاخير من هذا الجزر اللي هو شلون نقدر نستحصل على معادلة انتقال الكتلة شلون 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 عادة احنا نحصل في ترانسبورت اكوشن للمومنتم او الانيرجي اكوشن شلون شلنا نسوي شنسوي ناخذ كنترول ناخذ كنترول ونسوي باندري بولنس اوكي ونشو شيني يطلع ادن زين فبداية اول خطوة كنترول اول خطوة انه ناخذ حجم محدد بهذا الخليط زين نحسب الخطوة الثانية نحسب الماس كونفكشن تمام دور نحسب الماس كونفكشن ودفيوجين اكروس ايت سيرفس بالخطوة بالخطوة الاولى أقلنا كنترول بالخطوة الاولى بالثانية الماس كونفكشن بالخطوة اللاحقة الماس دفيوجين باستخدام الفيكس له. ثم كنا نسويهن نسويهن لكل البوندريز ونشوف شلي اللي راح يطلع عندنا. المفروض راح تطلع عندنا معادلة شبيهة بهذه. وذا نباع لها هاي المعادلة. هاي اش تشبه يا معادلة? وبعد تشبه الكونبكشن كوشن مو? تشبه الانيرجي كوشن. تمام مو كان الرو سب اي كانت عدي هنا تمبرتر. تمام? ومو كان الدي سب اي كان عدي هنا شنو? كان عدي كي. كي اوو نيو او برانتل. تمام مو كي كتبناها? زين. فور تيربولنت فلو. هاس احنا هاي هاي الصيغة شوية يعني نوعا ما مربكة. دنسيتي هنا ودنسيتي هنا. اكو اكو صيغة اريح او افضل. اللي هي بدلالة الكونسيطرايشن. ماس كونسيطرايشن. ودنسيتي. يعني مو كان ما عندي دنسيتي للكونسيتي اي للمركبة اي. لا راح التركيز ما لاتها. التركيز ما لاتها. زين. فمور كونبينيات. مور كونبينيات تكونسيدر من الافضل والاريح. انه هنا. اه ناخذ الماس كونسيطرايشن. الكمبونت معين. اللي نسميها سي سب اي. تركيز اي. بدلا من استخدام الكثافة الجزئية. رو سب اي. شنون? شون كونبونت اي. تو ذات. تو ذات. اف ذا ميشتر. يعني كأنه تركيز هو نسبة الكثافة الجزئية للكثافة الكلية للخليط. شوفها. فتركيز كونبونت معينة في خليط معينة. يساوي كثافتها الجزئية. على الكثافة الكلية للخليط. احنا قلنا الكثافة الكلية للخليط شنو هي. هي مو السميشن. ما للكثافات. ما لبقية المركلة الخلائط الموجودة عدل في لويز. رو وان رو تو رو ثري. فتركيز. مثلا للخليط للكمبونت وان. سي وان. يساوي لرو وان. على السميشن. ما للدنسيتي. على رو وان زاد رو تو زاد رو ثري. هذا التركيز ممكن يعبر الواحد. يصير. لان هو جزء من عدة. هو. ليش ما يعبر الواحد. لان هي رو هذه بالمقام. هي مجموع كل المركبات. زي. خل افترض. هسا ارجع لي كيس مع البخار الماء. اوكي. بخار الماء. شي تقول. يهو الاكبر التركيز مع البخار الماء لو الهواء. عادة. الهواء. الهواء. فمن هو اللي اقرب للواحد عادة. يصير الهواء. ومن هو الاقل. يصير البخار الماء. تمامي ولا لا. الا في حالات يصعد. يعني. في حالات انه رطوبة جدا عالية. يصعد التركيز هسا يكون متعادة حسب الكيس. فبالتالي هسا احنا هذي الاكويشن. راح نعيد صياغتها. مكان ما الدلالة. الدنسيتي. البارشال دنسيتي. راح اصير بدلالتهم. الماس كونسترانشي. تركيز الكتلة. فماس ترانسبورت اكويشن. in terms of c sub i. بدلالة التركيز راح تكون بالشكل التالي. بشكل التالي. صح يعني. راح. اذا نرجع. من الاكويشن الاصلية. هيا راح اتجع لك الاكويشن الاصلية. مهي هذي? تمامي ولا? او هذي. اذا لا مينر او هاذا اذا تربونت. خلنا نقسمها على overall density. على الدنسيتي الكلية. شرح تتحول لها معادلة شنو? قسم ليها على الدنسيتي الكلية. على رو. هذا الرو سب i شوف اهنا? على رو. سي اي. رو اي سي اي. كلها بالتالي تحولت الى شنو? الى معادلة بدلالة التراكيز. تمامي ومتمام. واضحة البقية? واضح دكتور. البقية الساكتين. مدر راح اونامو الظهرية. لا هو. ها زيلا حشيت كبار. وبعد. منو منو هنا موجودين? شو? انا جاي اسمع. بس احمد. يمكن منو هاي الثانية? ضحالو رشا. او البقية? انا رشا موجودة. ادري. اعرف. البقية ليش ساكتين? واضحة المادة داعتكم? واضحة دكتور. ايا. ايا. ان شاء الله خير. ازيلا. تمام. يقول نور ذات. شوف. الرو شي ساوي احنا قلنا? هي مجموعة التراكيز. تمامي ولا? او مجموعة. صح? اذا نستجل القانون السابق. الدنسيتي الكلية. الخليط. شو ساوي لي? مو مجموعة الكتافات. الكتافات الجزئية. زين. الكتافة الجزئية ذات شوفها. هي عبارة عن شنو? اذا هاي المعادلة. هاي المعادلة. اقسمها على رو. على الدنسيتي الاجمالية. شي سصير? رو على رو واحد. تمام? ورو اي على رو شنو? تركيز. فبالتالي مجموعة التراكيز. لأي خليط. بأي نقطة. المفروض شي ساوي? واحد. واحد. مفروض يساوي واحد. يعني. اذا في نقطة معينة. من نظام معين. تركيز مثلا بخار الماء. واحد بالمية. بخار الماء. ديفيوز بالهواء. الدراي اير. الدراي اير اي شقد راح يصير? تسعة تسعين بالمية. تسعة تسعين بالمية. تسع تسعين بالمية. اذا رحنا النقطة ثانية اللي قيناها خمسة بالمية. اي شقد الهواء تركيزه? خمسة وتسعين. في نقطة متطرفة خلينا نقول صار خمسة واربعين بالمية. الهواء لازم يصير خمسة واربعين بالمية. مجموعة التراكيز يساوي شنو? واحد. بنقطة معينة ماكو بخار الماء. من ماكو بخار الماء يعني شنو? تركيزه شقد? صفر. 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 صفر? تركيز بخار الماء تركيز الدراي اير هناك اي شقد راح يكون? مية بالمية. مية بالمية. وهي هاي الفكرة. فلهنا نختم الجزء الاول من محاضرات هذا الاسبوع. اكو سؤال احنا اطرقنا لماس ترانسفير. اه كفكرة. وارتباطها بالتطبيقات العملية. زيان. كذلك اطرقنا الى انه. عرفنا شنو مفهوم البارشال دينسيتي. عرفنا انه دينسيتي كلية لكل خليط. شي تساوي لمجموع البارشال دينسيتي. كذلك طرقنا الفيكس لو في ماس دفيوجين. اللي هو قلنا مشابه للفوريارز لو. بس شنو? ما ينتج عنا نت ماس ترانسفير. يهن? وطلقنا ماس بلانس. اللي هو انه. بالنهاية. لازم مجموعهن يساوي صفر إذا عالج بس إذا فبالتالي راح العملية شوية تختلف راح يصير عدي معادلة كاملة راح يكون انتشار بدلالة حركة الماء أيضا مو بس انتشار نتيجة اختلاف التراكيز زيان وبالتالي راح يكون قد نت ترانسبورد لهنا نختم الجزء الاول من هذه المحاربة